السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتعرف في هذا الفيديو السباب الألم الظهر لا يعمل أسفل بحدود لأن وشائع حول العالم سنظر بالضفط على الظهر كامل من فقرات العنق إلى الأسفل أول طريقة لكي نعرف أن الظهر مقوص بدون الشعاء الصينية سنظر بالضفط على الظهر وخط العمودي على طول الفقرات من العنق إلى الأسفل إذا جاء عمودي 60 درجة زوية قائمة سنظر إن شاء الله ثانيا إذا كان خالل في هذه الخط العمودي لا تلك كثيفة تردو لهم البال سنرى كالعضلة الكاتف نرى اللوحة سنرى اللوحة مع العمودي عن العمودي الفقر اردو البال لكي نقص الكاتف سنظروا على الكثير من الحالات بحالة التليفون كثير من وضعية غير سليمة في القلسات وخدمة ديالون كل الحالات سنظروا عليها بحيثة هذه الوضعية تسبب سكوليوز هذه تسميها سكوليوز حالة مختلفة فقرات تتعويش تكون بينك كلها الكاتفة كيف استخدامها تكون لديك النقاط فقرات تتعويش هناك حالة الإعاقة معروفة عندهم حالات تقوص الطعام و هناك حالات اغني ديسكال او بذلوم باي لايك الظهر شائع بين عامة الناس كي اللي عنده سبب كي ما بينش السبب ديالو ولكن كي الحالات اللي بحالة برطابلات مقابلين تليفون الشي الوضعية كي قالسين كان حالة السبب ديالها كي رجل بي بلاو لا بي كرو كان عبارة أخر اللي تندروه هو هذا تنحنوه بطهر باش نتأكدوه نشوفه تاسياتك غاد نتأكدوه من الآلم ولكن الآلم سنحنوه بهذه الفقارات الرأة ثلاثة أجوجه ثلاثة أربعة وخمسة هذا الاخراني هذا هو رقم خمسة ولكن و هناك وضعية أخرى اللي تكون إزا ما توقفش مستقم اللي تدر نضادر بالزاب تشوف الكرش دياله جاية غرقة والعنق طيحلة والساليم هو الكرش دياله تكون خارجة بالزاب ماشي بزاب غسوية مزين كان حالات الاخرى اللي تكون اللوحة ديالك في خارجة الاخرى لا وهذا هو الظهر السليم قاد لابا الآن نبدأ الطريقة الأولى كيفاش تنعلجو هاد الألم وهاد التقوص يعني ماشي ضروري يكون تقوص مهم الألم كان الطريقة وحده تنعلجو بها هادك الحالات أولا نبدأ بشكرين فازلين وقليسيغول والبغافين هاد الكريم مخلط فيه ثلاثة يعني تكون بزاف في الخارج أو تختصر بزيت البغافين أنا استعملت زيت قرورة زيت البغافين مخلطة بزيت زوج الهند زيت الخزامة زيت الفليو مهم هي زوجة تستخدم العضلات تسخنها شوية باش تتساعد تنشط دور الدموية وفي نفس الوقت نحاول نريح العضلات من الألم الآن كانت طريقة أخرى كيفاش تتعرف تتعرف المصي لابا احنا ينضرو تدليك باش ديد تدليك تتعرفي باش تعرفي طريقة السر السر اللي تنعتمد عليه في علاج تتعرف كل أقرفين جات العظم كيفاش باش تعرفوا العضلات كيفاش كيفين غادوا وكيفين تمشي يعني بالليمو تكنيك ديالنخ تنعفلوا غيجين ديالها ديال العضلات أو التغميليزون ديالها باش نساعدو في العضلات باش ندرولها إتغمان درولها تدليك مزين باش تحلقها العقب هادا باد الفقر طوما تدلو اللي كينين هنا الكاتف تيسالي هنا هنو باش تتعرف حتي لالقتي المسافة مختلفة بين اللوحة 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 البلاسة اللي قصيرة هي اللي فيها العضلة مشدودة كياتا تقدر تدير اليد ورد هر باش يتبلك اللوحة مزيان وراكين العضلات اللي تكونو تحت تحت من اللوحة عينا هادوا كل العضلة هو ما اللي تكونو فيهم الألم بزاف خصوصا اللي تتعرف العمل جائل بزاف بزاف والآن اخترت لكم الحالة اللي شائعة بزاف اللي تكونو فيها الكاتف الأيمن المسافة بين اللوحة الكاتف مع العمدة قصارة على الجهة اللاس رائعة بحال هذه اللي ما تشوفوا في الصورة هاد الحالة هي اللي تتكون كتيرة بسبب الناس اللي تاخدموا بطورتاب و اللي تاخدموا بيدهم الليمنيا بالزال كين مهنة تتعتمد على اليد اليمنى يعني في هاد الحالة قد نوركم الطريقة بالضبط كيفاش تنخدموها و كيفاش تنخلصو داك الالم بصفة نهائية و غيف الطرق غيف المنزل خصد الوحدي هنا عسالة الكرش ديالو و استرخاخ ضروري استرخاخ هادي حالة مزاجية بالعانو انا قدرت لها هكا بشوفو كيفاش تنبدو تدليك اول حاجة تنبدوها هو تدليك يعني طلبان انه من تكون اللي تاخد بليد الليمني بالزال تتكون عندو هادك البليزة شوية خاوية و هاد بلاسة هادي انتسعة بزال الفقرات تتخد يا اما على شكل حرف سي يا اما اس غالبا تتكون حرف سي طالت خصي بالفرنسية و كين الحالات اللي تكون عندهم هاد الشكل اللي تنعسوا للجهة الليمنية تنعسوا على الجانب الايمن فتيوقع لهم هاد المشكل بالزف بالزف تكشع لست تتلقى هاد بلاسة هادي متسعة على الجهة الاخرى و هاد البلاسة تتكون شوية محفرة تكون حرق بالزف في الفقرات الوسطنين اللي بين الكتف فان هاد البلاسة هادي تتكون عدلات ديلها مرتخية مرخية شوية انها المسافة ديل العدلات والمخرى و الاخرى تتكون متقلصة و هاد تقلصة بالزف تتولي بحالة متحزرة تتولي كي الحزرة تتحزر بزف يعني احنا و الدور جانا نحاولونا نرخيوها خط العدلات نرجعوا لها دبايلة رجعنا لكتب و دفعنا تبلي الخط جا العمود الفقاري مقاد اذا هاد النقطة اللي تراثتهم باش تعرفوا ان هم هادك البلاسة ما هادش ندروا لها مصعد غادي نركزوا على العدلات اللي جوانب جوانب العمود الفقاري اما بالنسبة الحالات اللي عندهم بي بلا او رجل مسطحة او مقارا بي كرو فغادي تلاحظوا ان هاد النقط يختلفوا يعني مرة تكون نقطة اليمنيات العشوين على النقطة اليسرية بفارق 0.5 وتتكون غير واضحة و غير مهمة تسبب الالم لان العدلات كل مرة تتقلص تتقلص تكون حتى عب شديد يعني انت تتركز النقطة تكون واضحة الناس الناس اللي واحد عليك رشو غادي تبقى يبن الفرق غادي تكون حدى طرعة شوية و حدى هبطة شوية او يكونوا مقادين و العمود الفقاري من حارف من حارف بعض الشيء هنا فستتعرف الفرق انه شوف اختصاصك ضرور شوف اختصاصك ديال لغته بديس اختصاصي ديال السوميلات احدية طبية باش اه تتعلم مشكل ديال تفاوت الرجلين الان غادي نبدو هنبدو بالتطلق نضع القليل من الزيت على الظهر وتنضرو افلوغاز يعني تدلك عام هوا صورة العضالات تتخيل تخيل العضالات الشكل ديالهم اه كين جانبيين كين اللي على الشكل مربعات مثلاته سبحان الله فهنا عديد من العضالات خد ندودوا اليها وحده بحده يعني انده بغا تشوفوا معي الطريقة كيفاش غتطبعوها بحذافرها هذي الطريقة ركزوا معي جيدا الان تتفرق تنفرقو الزيت او الكريم تدليك على كامل الظهر وتنبدو من الاسبال تنقوموا بهذه الطريقة تمشوا مع الضلوع الضلوع ديال الظهر تمشوا معها يعني تندودوا سبعنا بين 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 الضلوع الضلوع بشوية 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 حساس فوق اللوحة الكاتف جيدا كذلك نفعل نفس الشيء بالنسبة للوحة الكاتف اليسرى بهذه الطريقة من الفقارات في اتجاه اللوحة يجب للإنسان أن يكون حالة ارتخاء اللي ما تتعصبش ما تتعصب في التدليك بش العدالات ترتاح أن العدالة نسبة بها حتى سببها في الآن بالطهر لا تتعلم بشغر هكا تتعلم بقوة التعب والألم وحتى تأثير النفسي لك أن شي صدمة أو غضب أو حجم تتحس به العدالة بالزاف وتتوقع لها نكيماش هذا نكيماش والتكرار هذا نكيماش وتشد العدالة تتبقى العدالة متعبة ما تتوليش تتمشي لها هذه الاستيسيتي ديالها ستركزوا على العدالات التي تكون مخبية مخشية تحت اللوحة الكاتف ستجعلها طريقة هذه هي الطريقة كيف تحاول نكمل تدليك العدالات التي تحت اللوحة الكاتف وركزوا مزيان على نقطة الألم إذا كنت حسيت بالألم في شبلاسته ستركزوا على نقطة التي تبقى تعود لك فيها لكي العدالة ترجع لها التوازن ليس في الجهة اللينية فيها مثلا خمسة سنتين من الجهة الأخرى فيها ستة أو سبعة ففي هذه الحالة تتعرف أن العدالة قصيرة جدا متقلصة كيف سوف نمدها سوف نمدها بها الطريقة سوف تجمع ليد وراء جمع ليد وراء الظهر وتبدأ تدليك بشوية بشوية لأنه فعلا سوف تحسب بالألم ولكن شقالين من الصبر سوف تصلوا على هذه الطريقة تعطي النتيجة فعالة ومزربة لقاء الحالة التي خدمتهم في الطروة الطبي فهذه الحالة هي الإيئة تسبب في الألم ولكن الحمد لله من بعد في الأولى بس غير خصم إعادة إعادة والتكرار هي طريقة جد طبيعية تسبب في الألم يعني صحيحة مئة ومئة ومدخب مستحاجة تتعاوج إضافة الزيت مرة أخرى لتدليك العضلة ومستحاجة تتجاهات من الفوق إلى التحت حتى لما كنت تتعرف مراكز لعضلات الأشكال ومستحاجة 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 كيفية كيفية تنحرروا الألم وتخلصوا من التعب تشوفوا القمم لوحة الكاتف تبركوا العضلة على شكل دائري تبدو من الأسفل إلى الأعلى بهذا الشكل وغادي تفرقوا من الليمين لا يصرف الغالب تربيت ديما معروف عند جهة الناس تكون قاسح يعني تتبدأ من الفوق إلى تحت من تجاه العنق إلى الكاتف تبدو من أسفل الظهرة هكذا تدفع الفوق مع الضغط تتضغطي شوية تفرق حتى الجهة اللوحات هاكا تتضغطي الفوق وتنزل التعب هذه هي الطريقة اللي تحاولي تدرك كل شيء ما تنسوش لايك تتضغطي الفقارات ولكن هذه الطريقة أرجوكم اللي عنده مشكلة هشاشة العظام ما تنسوش بها ما تتضغط عالجوانب فقارات غير اللي ما عندهش هشاشة العظام اللي كبار السن إلا فقط للصغار والأصحة الأصحة لو اللي ما عنده مش مشكلة هشاشة العظام اللي عنده نقص بزاف فيتامين دي لا أنصحوا بها هذه هي كيفة تنحاول نرجع الفقارات فقط إلا ما قدرش تدرها تدروا هاد الحركة هذي تجمعوا اللي الدين اللور ولكن هي مش بحال تختها هي اللي تتقض الفقارات بلاستهم تتجرع اللي الدين اللور وتحاولوا الإنسان يترخشوا وتترخشوا وتجروا باتجاه ديالك إلا أنت تقدر تجره مزيان وتتغطي على الباصة مزيان تتغطي على الباصة وتتغطي على الباصة والجر اللي الدين بجوه تكون التقع ديال اللوحات كانت طريقة أخرى تتربع اللي الدين من اللور حال هكا وتتغطي على المساج العضلات باش يكونوا واضحين العضلات ما بالضبط هذو ينو قتل اللي تكونوا فيهم الألم قوي بالزاب وشائعة البلاصة شائعة يعني ماش يدرور يكون إنسان عنده حالة مرضية أو سياتيكين إنسان عادي تكون عنده ألم في هذه البلاصة لأن هذه البلاصة يخلي تهارة وتطمد الدجالات السنوات وتتولي متحجرة يعني كانت طريقة أخرى ستجمع اللي الدين هكذا حل شك الوضعية أبو الهول الفرعون المثري هذه الحلقة تبنو لك الفقرات مزيان هذه هي الطريقة الزر نشوف الصورة مزيان تضرح إلى الطريقة الزر ستكون الفقرات ستبنو لك تقضي البلاصة وتتنشي على طريقة النخلة في ورقة النخلة كيف يشديرها تمشي هكا المصو جانبين ومن بعد تنهزو الرأس ستختار هذه الفقرات الوسطانيين لكي تقطع لهم هكذا إذا لم تضرح الجر هذه هي طريقة أخرى تدفع الزر وتهز وتهز الزرات أو تهز الزرات أذكر هذا الفيديو ليس لدي الألم فقط للأطفال فضع الكبار هذه الطريقة تخدمها في المنزل بكل آمان لا تخاف عليها تحاجة فبهذه الطريقة فبهذه الطريقة ستتخلص من الألم نهائيا وقتما أرجع الألم بسبب التعب تعود تدير هذه الطريقة البسيطة بدون خلطة سحرية أو تدلق العدلة الشديدة التقلص ومؤلمة بسبب التعب تدير هذه الحركة تدير هذه تشد أسفل الطريقة جيدة لكي لا تدير وتزر اليد لماذا؟ تدير هذه الحركة تقريباً 5 الفقرات يرجعون إلى البلاستان بحالة تدير هذه الحركة تحاولون الفقرات كأنهم يرجعون البلاستان هذه الفقرات التي تنبيعهم بالطبع ستركز حالياً على حالات السياتي هذه الفقرات التي تنبيعهم تنبيعهم احتكاك أنا تنبيع تحت وتنبيع طالع الفقر تنبيع هذه الحفرة التي تحت أسفل الطريقة بحالة اختفت وراءة النورمال هو هذا يجب أن يكون حفرات يجب أن يكون فقرات تخرج من هذا يجب أن تطرس حادر لماذا الفقرات مرتاحة؟ تكون الألم شديد حتى هذه النقطة لا تبقى في بلاستان لا تبقى حالات السياتي وهذا يجب أن نريكم طريقة العمل يجب أن نريكم الفقرات التي تكون لديهم بحالة طريقة تستعملها لسياتك لكل شيء بكل رحية و بكل أمان لا تخاف مدحة حاجة تدير كرام كرام من اختيارك فازلين جيد جانسان اللي بغيتي و تدير واحد شوية في الدك إلا درتي نيشان تكون بارد شوية من أحسن تدير شوية في الدك و تفرق تتفرق و تحكي في العادة نقول لكم مصص يبدأ من الأسفل إلى الأعلى بشوية بشوية و تنشوف اتجاه العضالة ديما ما تنجوش هاكا دخلين على الفقرات لا هاكا تنقوموا بالضغط اليد يد فوق اليد و نضغطهم على الفقرات المشكلة اللي عندهم ألم أسفل الظهر هاديش جد طريقة اللي تيرتحوا فيها بزا تتركض لهم على العضالات اللي اللي في هالالتهابات و بالضبط اللي علمتكم من قبل و ما تتنسوش الكاتف فراه الكاتف والعضالات اللي عنقته هما داخلين في المشكل ديال ألم أسفل الظهر بالنسبة اللي يدهروا خارج لي بزا فأنصحوا بهذه الطريقة هادي تتحاول بتخليدين تحت الرجلين و تضغط على اليد فوق الظهر تضغط عليها و كيفما تشوفوا هادي تضغطوا بكامل اليد ديالك فوق الظهر وسط في الوسط وتهز الرجلين لفوق تهز الرجلين لفوق بتعاود أولا إذا كان إنسان كبير تجيش بها صعيبة تدرجي جدين بهذه الطريقة وتتوركي ولكن الأطفال تترغب بشوية بالنسبة للكبار و ما عندهم مشكلة لها شاشة فلاحارة تتخطع هاد كل العضالات للفقارات عفوا الفقارات اللي لفوق تورك عليهم جيان غشوية وتعاود تكرر العملية كل مرة تكررها شوفوا الطريقة واللي تخاف يكتفي بهذه الحركة فقط هاد الحركة سهلة طريقة سهلة تتقدير دكم زيان هادو من النقطة تتضغط عليهم فقط بكل الفقارة تتضغط على اليمين وعلى الناس ماشي فوق الفقارات الجوان هادو الطريقة كيف سيكون فقارات عوجين فنحاولوا رجعهم وترجعهم لهذه الحركة فقط هادو مزيانة اه ما تخاف عليها التحاجة تتجرل الكاتفان اه الى الوراء والتكرار العملية عشر مرات تلعشرون مرة كافية مرة في الصباح ولا في العشية فقط المهم الرأس يكون مائل الى الوراء وتنشوا الفقارات وحدة بوحدة وتنجروا واحد عملية ضغط خفيفة شوية شوية بشوية شوية ما يكونش في وضعية الزلوش هي اللي تتبين المشكلة لكي كان لي عنده الظهر مرخي بزاو فعادي ايكون الظهر راجع اللور والكتاف جايين بالقدام يعني لانا ما تديرش رياضة ما تديرش مسكولاسا دونك غادي مخص دابة تدلي هادو العضالة هادو مزيان على شكل دائري من اللور القدام ومن اليمين الى اليسار اغلبية الناس اللي عنده معصبين بالزاف تكون تضرهم هناك خصوصا بالكتيفة بالنسبة اللي عنده الظهر مرخي بزاف تدخن هادوك خرجة شوية طريقات تعني تود ضروري خصل المساعدة يمكن مشي تدcut ذاتي ضروري عوانك لانا الظهر دي ما تحتاج لانسان لي يدفع اخبر اخبر تدفع و الظهر الظهر في هذا الشكل تشاهدوا الطريقة تنهز رأسهم جيدا نحو الأعلى تشاهدوا حركات العنق تشاهدوا في اتجاه اليمين تشاهدوا كتب تشاهدوا الطريقة لتشاهد الكتب تشاهدوا هذه الطريقة تتسرح العدلة الخراث مثلا ينظر في اتجاه اليسار أراه العدلة للعنق من اتجاه اليمين تتسرح مزيان تنعود ثانيا ندروا على شكل حركة دائرة يعني من اليمين إلى اليسار ثم تركزو نهزوه نحو الأعلى أراه هذه الطريقة تتحرري الضغط الضغط اللي في الفقارات العنق فقارات العنق هما الأكثرية اللي تكونوا فيهم الآلم بالزع وتجدوز هذا الآلم حتى الأسفل الظهر إذا تطور مع الوقت إذا ما عليشش بالتدليق أو بالمسكينة ترح الآلم تبدأ تزيد 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 إلى أن توصل لأسفل الظهر فتركزو وتمخنفعو بالإبهام من اليدين وندفعوه بفقرة فقرة جوانب تكون ما تشوفوا في الويديو تدفعوه بشوية 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 نحو الأعلى بالنسبة للوضعية الزلوس إذا كانت صعبة ممكن تدروا بسادة الأمان انتقلوا لتمرين آخر ترجعوا اليد ليلة الوراء وتجروا الكتف بحالها تشكل هكا تدفعوه تدفعوه الظهر بيديو وتشده بليد هكا أغلبية المراهقة أن هذه الفقرات تكون عندهم خارج يعني تكون الظهر بمقوث بسبب ما شاء الله تكون طوال بزاف وكذلك تحشم تكون حشمت تكون دي مع الظهر لذا بهذه الطريقة ترجعوه الكتف اللور تدفعوه ودخلوا الظهر لكي يكون مستقم تعود تكرار العمليات مرة أخرى الهدف وكانت تمرين الاخر اللي هو تنشدوه للدين بهذه الطريقة يكونوا قراء بالكتاب وترجعوهم اللور لكي تدفعوه لوحة الكتف تكون دخلات مسطحة الظهر تأتي نيشان تتكرر تمرين تمرين هكا عدة مرات فتشد الليدين وترجعون ملور وتمرين الاخر غادي تحطو الليدين وملور ولكن يكونوا المرفقين مسرحين اللي كود يكونوا مسرحين والدهر هتلاحظو انه شوية خارس خادي تدفعوه بيدكم تعد تدفعو بيدكم تشدو الكتف ورجعوهم تدفعو تشدو الكتف الليمون ورجعوهم اللور عودانين هكا تشد خلطها مزيان كيف تشوفوا الخطوط العمودية تدخلو الكتفين جيدا تدخلوا الليمون ولكن بشرط المرفقين كونوا مسرحين كما تشوفو في الفيديو مزيان تدراجعو شوية اللور ماشي بزاد غا شوية ادفعو كتفين اللور لايك هنطلقوا الان الى فقرة التمارين الرياضية اغلبية يعانو من ارتخاء وعضلات الظهر وهي السبب الحقيقي في الالم اولا تشوفوا يحاول يقلس هذه الوضعية الى قدر يقلس الوضعية مزيان ف جيد يعانو دهروا ما عندوش تشيء اشكال لابد تمرين الاخر هاتي تحاول تقلس بهذه الطريقة وعلى شكل الطربيعة اللي يديني فوق الرجلين كمسا بهذه الطريقة ملاقين هدا 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 وتحاول تضغط على الرجلين باليد تضغط واحدة كل مرة كل مرة وضغط 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 مزيان عندما كنت تشوفوا الانسان هكا تكونوا مظهروا هكا مرخي ومقوس فالتمرين هدا تنحاولوا تخدموا عضلة الطهر كيف تشوفوا كنت تشوفوا دابا في الفيديو وتحاق الكتيفين كتخصم يكونوا وفي نفس الوقت تحاول الرأس يمشي باتجاه الأعلى في اتجاه نحو الأعلى هاد الحركات يديرها إنسان بحده أما إذا كان طفل راضي هذا غادي تعاوني غادي تدير اليد إلى الأمام ودفعه ودهر المرأ بحالة تشكل مهم نتيجة اللي نطلوها هي هاد ودفعه رجعوا للكتاف اللور تتكرر هاد الحركة تترخها تعال ترجح اللور تكرار هاد الحركة عدة مرات تمرين تمرين نطلقون التمرين الآخر تتكون وضعية ديال هالشكل الحصان وتكون الطفل تحاولي هد الظهر الفوق مرة لتح اللعبوا على السوبليس الليونة الليونة ديال وفقارة الظهر فقارة الظهر تكون فيهم الألم الزاف والتهابات وما تكونهم كم الزائم تقدروا يتحركوا على خطرهم فهذه الحركة تتحاول ترجع الليونة وحتى لننسى ضروري الشهيق والزافير هذه الحركة محتاجة الشهيق والزافير وضروري نخدمه عدارة عدالة الباطن إلا ما خدمتوش عدالة الباطن راه ما غايتوقفش ألم في الظهر فعنا تندغطوه فوق الظهر تنهزو الراس تقف هاد الوضعية تتحفل الظهر مزيان انتقلوه إلى حركة أخرى نخدو عصية عسى طويلة باش ندرها وراء الظهر هكذا اللي ما تقدرش يدير هاد الوضعية كيف تشوشوه ما تتعاف عندو مشكل في الكتف وليس الظهر عندو مشكل الكتف ممكن لما توصلهم شو لديه هدا هو من أسباب اللي تخليك ينظر كتف خارج وكتف داخل ما تقدرش يدير هاد الحركة والدين بجوجهم في العصية بالنسبة للأطفال تنصح الأمهات يربطوا لديدات للدين مع العصية كلها يدبو حدها وهي اللي تعاونوا لدها في هاد الحركات وبنسبة للكبارة بطبيعة الحال خصوم غايتقنوا الحركة وهي سهلة وبسيطة جدا الأهم الأساس فيها هو أن الكتفين يدخلوا بجول باش تظهر يستقم ماليان نحو اليمي إلى اليسار ننتقلوا إلى عصى عصى في الوص وغادي الشد فيها الشد فيها أو الشد فيها بالدف وتحاول تدير خطوات إلى الأمام تعالوا ترجع إلى الوراء ثم خطوة إلى الوراء وبعدها إلى الأمام التمرين الأخر هو الزلوس ثم النهض ومن العصى تكون الفقد ها الزلوس ثم يعني حتى نحاولو نجبدو العدالة وباش من أفضل إذا كانت العصى عالية جدا من أفضل ونقلصوا ويدينا العصى بس يصرح ويظهر مزيان لأن العصى ستكون فوق يعني أعلى من الأرض وفي الجانبين ثم تمرين آخر ستقلصوا وشدوا تدير وتحاول تنوضي أو أو الصدف الحديدة إذا كانت حديدة مثلا في الضهر صحيحة مهم تتعلم ولقفها أرى هذه مزيانة فيها تقوية عضلات الكسف بالدرجة الأولى وعاد الضهر سيكون الضهر يحاول يرجع القوة يعني كما تشفت يتلقي ويعاود يشد في العصى ويحاول يهز الحوض جلو شوية يحاول أطفال بالنسبة للأطفال أراه كيف العادة تتربطي لو مديهم ويدفع الضهر وهذا النقطة بدات تحاول يدفعها بشوية حيث لا تعرفوا عندهم قوة يهز المهم الأساس هو هذا الوضعية يدفع الأمام الوضعية الأخرى العس على كرثوم ويحاول يهز العصى أقصى علو الجهد على حسب العلو يهز حتى الحد لا تريد أن تكون مهزوجة من مهزوجة حتى يبجوجهم يهز العصى فقط واحد التمرين الأخرى سيكون مخطة أو مسند وسادة دائرة هذه الوضعية أصلا يجب أن تحس بحضة راحة حيث الفقارات تكون مهزوجة تكون مهزوجة تتقدم رأسهم هذا التمرين تكون كثيرا كما ترى لا ترى لا ترى لا ترى فوق كثيرا مهزوجة ودقنا الوجه ودقنا ودقنا السكون خارج شوية حيث كان اللي عنده الدقة تكون عدالة تكون بالنسبة للفقارات على السكون الألم حيث كل جهة بسؤولة على العدالة اللي حدها ودقنا الفقارات فوق الحوض كل جهة مسؤولة على العدالة اللي حدها لابد تمرين الأول نضغط اليدين ندرهم من قدام ونهز الراح نحو الأعلى ولا كان ممكن إنسان يقدر يدر هذه الحركات هذه الحركات داخل في تقويات العدالات ولكن تنفضل تقويات العدالات يكون منبع تهاي فوت الألم فوت الألم حركة بسيطة فقط غير للتخلص للألم وليس لتقويات العدالات نضغط بالضبط وهز الراح بشوية كل مرة تتعاوز لحركات تركز بالضبط لجهة الصدر فقارات جهة الصدر هي اللي تكون خارجة بالزاب وتنفعها بهذه الطريقة وتكررها كل شوية لا تهزو الشراء فوق أكثر من القياس غيش بياك والتخطيط وتعاودها على الثاني ولكن بالزاب حما مرة حما مرة حما مرة حما مرة إلاجة الولد تقلم صاف هذه الطريقة الجمز جيدة أنك تتحرر بتخطيط الفقارات العنق هذه الطريقة إذا بدنا ندره لحركة العنق لا تتحرق لا تتحرق درجة الفقارات العنق إلا تجر قليلا أعطى جر قليلا افتجاه لديك الأمام عاد وكما تشوفوك كحاز الولد تزد لقدام تتدور عليمان على الأثر عاد حركة دائرية وهذه العملية تتمزينا الظهر تي العدلات يجب دفلية تينقص الألم تتدور الاتجاه اليمين تبقى فيها وحي قليلا عاد انتقل الاتجاه الآخر الاتجاه الاتجاه ممكن تدور الجهة الاخرى عاد تشد الراس وتدهل فيها النصرية تتدور العدلة العنق أكثر حد ولا أقصى حد باش تراحة العدلة السوق عليها من تكون شد علي تتقلص بزاك تتضغطي على الحوض وعلى الرأي هالتمرين ضروري سيكون في البسادة تضغطي الرأي باش تبدأ عدلات الظهر كما وردتكم في الصورة في القبل هالعدلات رهبالية من العنق كان عدلات اللي هي سطحية من العنق حتى الحوض عدل عدلات اللي بغا بيختبوا يعني بين كل فقرة وفقرة كان عدلات ذات ما شاء الله عدلات كتار سبحان الله يعني كل وحدة تتفنيها كأنك تتفنيها بالتدليب باش تخلص من كل ألم حتى العوجات ستصلح بهذه الطريقة جبديل كل عدلات بوحدة منتقل التمرين آخر تحتل الدين من الكود الكود بوحدة فوق المخطة سوف نزيد بعض العلو العلو ديال التهر سوف ينحاني حين سوف يقع تقعر زل التهر كبير والبقاء على هذا الوضع مدة خمس دقائق فقط التمرين الآخر نأخذ كورة كبيرة لحاهم فوق منها التمرين ممكن تعملها بوحدك بالنسبة الأطفال ستعملهم شوف التوازن ما تعرفوش أما بالنسبة الكبار فهي مريحة جدا وتساعد على الاشتخاء مضمونة مئة في مئة ها التمرين هذا الكورة بالضبط فيها بزفت تمرين ممكن ندرها إن شاء الله سوف ندره خاص بحركات على الكورة فقد نرقز بشكل عام تخلص من الألم ومن عجزة الظهر وتتبقى في هذه الوضعية وحد المدة لا بأس بها ثم من تتخدم الكرش فتتخدم عضلات خراع وهي عضلات الظهر عضلات البطن وهذه عضلات الظهر تتبقى على الرجلين والضغط باليدين بحال تتركس تتعاود وها تشوفوا عضلات الظهر ضروري العضلات لا تستمجن وتقوى ورها لا تبقى في الألم تمرين أخوة ممكن كورة صغيرة كورة صغيرة تديرها بطفة هذا موضع بين الصدر والعنق انظروا جيدا فراحة الكورة لا تكون عالية بزاق لا تكون حضرة بزاق القياس فتتخدم عضلات العنق سيرجع العنق بلا سطو فأن العنق من تكون طيح ولا تظهر تكون طيح أو العكس تظهر طيح والعنق تكون طيح دي مكان هناك ترابط بين العنق والرأ ثم الحركات تكون حركات من اليمين العنق من اليمين إلى اليسار تمرين آخر وهي تحيدوا الكورة وتنسوا على الأرض والطول الرجلين بالنسبة الذي كان مساعد يجب أن يدفع الرجلين جيدا ثم يبرك على الجهة الليمنية ويدفع الرجلين في شكل معاكس المخالف عن خلاف تخصي الكتف يكون محطوط تحاول أن تضغط على الكتف وتدفع الرجلين وتدفع الرجلين والجهة الأخرى والعكس هذه تتخدمون العضالات الجانبية الجانبية للطهر والبطن والبطن كذلك تنسرح الرجل تدفع الرجل وتدفع الرجل ماكسيمون هذه الحركات مدينة الناس اللي عندهم مشكلة ديالسياتك الألم الشديد أسفل الدار نحن نتعامل على الألم اللي ما تؤديش الجراحة أو الألم ديال انزلاق الغضروف لا الألم اللي باسط واللي سياتك خفيف أما الحد إن شاء الله ندروا فيديو خاص بكل حالة على حدة كل حركات تكرر كم مرة وتندروا رجل فق رجل فق رجل ودفعوها مزيان من اليمين إلى الياساء بالنسبة للتمرين الآخر وضعيات الظروس تكون عاصة قد يقلس تقلس على العاصة والشد تحاول كأنك تطلعها تحاول تهزل العصية ولكن هذا لست يساعد على العدالات التي تحت الكاتب تساعد تقوية وحتى استقامية الظهر ما يبقى الظهر مرخي فالتمرين هذا باسط جدا ولكن تتكرروها تتكرروها التمرين فإن شاء الله الظهر سيكون لوق بالنسبة للتخرم وفبس بالزاب رخص خم متلا على أقل ساعة ولا ساعتين وترتاح ترتاح حركات حال هادو اللي وردتكم باسط تظهر بقى أنا ديما محني 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 الوصول اقل بساعة 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 وردتكم محن بساعة لحالات اللي عندهم التأخور أو الإعاقة التأخور الجسدي أو الإعاقة الجسدية بالنسبة للزولوس هرا هادية الوضعية والسر كيفاش تنخدم الجلاس بساعة لتكون قوي رخص العصية بحال هاكا وشدو دوري البند تكون مزينا يك شرم النفق معصي بحال البند ودورها ودورها على اليد ديال الطفل يك وتحاول تخليه يقلس تخليه يقلس بوحدو إلا ما شد توازن ديالو شدي شدي اركابه شدي فقط ما شديه وتحاول تدفعه 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 على الأسر وشفوه وشدي شدي توازن إلا كان صعوبة من أحسن يكونوا مسرحين ورجلي مفروقين كانت مرين أخرى اللي هي بحال هاد حركة هادي وكانت مرين أخر اللي هو رائع جدا اللي العنق الفقر كلهم زيانين وكان هاد السبب علاش تعواج الدهر وهادا تخصو ميلو هابي كروكي تكون وهاابي بلع العمود الفقر شكري تيولي والثماني الأخر والله نشاط أخر والسباحة هي أفضل رياضة بالنسبة اللي تعانو من الروماتيزم ومن ألم الدهر هادو الجوز السباحة يلي زيانة لهم التمرين تقويات العضاء الضرورية بحال هاد الوضعية هادي وهاد الوضعية هادي الضروري عاد كان بالنسبة للدهر الدهر ستبسوا بحال هادو أمزيان والدهر مزا كيشاعدوا على استقامة الدهر بالنسبة للناس اللي تخدموا بزاف بزاف الفاسي بالطب هما الحالات اللي تتعطروا وشكرا على المشاهدة